استعراض وينسر بروكرز نود أن نعرفكم خلال هذه الحلقة من استعراضاتنا التعليمية والتحليلية على شركات وينسر بروكرز التي تعمل كوسيط في سوق الفوريكس تاريخ أنشطة هذه الشركة يعود إلى عام 1988 أي 25 عاما قبل الآن هذه الشركة بدأت أنشطتها التجارية والمالية كشركة صغيرة وكان يعمل لديها خمسة موظفين فقط إلا أنها بدأت تنمو في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير حيث أصبحت في عام 2007 إحدى أكبر الشركات الناشطة في هذه المنطقة يتسنى لنا أن نشير إلى بعض عوامل النجاح التي جعلت الشركة ناجحة بكل ما في الكلمة من معنى في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي هذه العوامل عبارة عن نمو استخدام الإنترنت على المستوى الدولي تطور خدمات الإنترنت أو التداول الإلكتروني بشكل أونلاين في قبرص وكذلك عضوية هذه الدولة في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 هذه هي الصفحة الرئيسية لموقع الشركة الإلكتروني وكما ترون فإنها مليئة بالمعلومات هنا على اليسار يتسنى لكم أن تلقوا نظرة على مستجدات أسعار الصرف العملات الصعبة على المستوى العالمي كما تلاحظون هناك قسم التعليم وأيضا أدوات التداول في هذه الصفحة يمكنكم أن تتعرفوا على بعض الميزات التي تمتلكها الشركة حيث أنها مرخصة من قبل هيئات رقابية معتمدة عالميا مما يجعلها مؤهلة لتقديم الخدمات المالية في أرجاء المعمورة كما أنها تقدم أنواع حسابات التداول المتنوعة وأما تقدم باقة كبيرة وشاملة من أدوات التداول هنا أيضا يوجد هناك مركز لبث الأنباء في موقع هذه الشركة كما أن الشركة تتمتع بفريق دعم العملاء وهو مستعد على مدار الساعة طيلة خمسة أيام في الأسبوع لمساعدة المتداولين هذه الصفحة تعرف زوار الموقع على تراخص العمل التي حصلت عليها شركة وينسر بروكرز هنا في طليعة هذه الهيئات هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية مؤسسة FCA سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة كما أن شركة مرخصة في عدة دول مثل فرنسا وألمانيا حيث أنها تتمتع بترخيص العمل من قبل مؤسسة ميفيت قانون توجهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي إن الشركة عضوة أيضا في صندوق تعويض المستثمرين هذه الصفحة تعرفنا على منتجات الشركة أو بالأحرى العقود المالية التي تعمل عليها الشركة مثل الفوركس، عقود OTC الأجلة، عقود CFD فروقات الأسعار هنا في هذه الصفحة تتم الإشارة إلى أن الشركة تعمل في مجال الخيارات الثنائية أيضا حيث سوف نشرحها لكم لاحقا وأما هذه الصفحة تعرفنا على منصات التداول المعتمدة لدى الشركة وكما تلاحظون توجد هناك حسابات، عدة حسابات تعمل عليها الشركة هنا أيضا توجد مقارنة فيما بين أنواع حسابات التداول المعتمدة لدى الشركة كما تلاحظون هناك التفاصيل على سبيل المثال هذا هو الحساب التنفيذي حساب ميجا، الحساب العادي حساب STP الفعال حساب الفوارق الأسعار الثابتة الحساب الأصخر وكذلك حساب مايكرو هذه كل حساب له خصوصيته وتفاصيله مذكورة هنا كما تلاحظون قيمة الرافع المالية وتفاصيل أخرى في هذه الصفحة يتسنى لكم أن تتعرفوا على منصات التداول المعتمدة لدى الشركة وكما تلاحظون طبعا في طليعة هذه المنصات وينسر ميتا تريدر فور وكذلك منصة رائعة أخرى جي دابليو اي زيد واي كما أن الشركة تقدم منصة معدة للعمل وفقا لأجهزة الهاتف النقال هذه الصفحة تختص بتعريفنا على أساليب الإيداع والسحب المعتمدة لدى الشركة كما تشاهدون هنا توجد باقة متنوعة وشاملة من أنواع الطرق المتنوعة في هذا المجال حيث تشمل بطاقات الإئتمان والعملات الإلكترونية فضلا عن التحويلات المصرفية على سبيل المثال هنا بطاقة فيسا كارد فإن الحد الأدنى للإيداع عبارة عن مائة دولار أمريكي وأما الحد الأقصى عبارة عن خمسة ألف دولار أمريكي توجد بعض التفاصيل يتسنى لكم أن تلقوا نظرة عليها وقت ما شئتم هنا الإيداع والسحب وأما فإن الصفحة الأخيرة تتضمن معلومات الاتصال بالشركة هناك توجد أرقام الهواتف وعنوين البريد الإلكتروني العائدة إلى الشركة عنوان مكتب الشركة في قبرص كما تلاحظون وأعلى الشاشة هنا يتسنى لكم أن تلقوا نظرة على قائمة اللغات المعتمدة لدى الشركة والتي تشمل العربية أيضا ترجمة نانسي قنقر